اهلا وسهلا بكم في برنامجنا زي السكر انا نيرمين هن والنهاردة ان شاء الله بنكمل مع بعض كيك البيت او الاساس بتاعه بيكون البيت وحنعمل مع بعض الطريقة التانية اللي هي جنواز بس معاها زبدة في الحالة دي الزبدة بنحتاج ان احنا نسياحها وهي بيكون اخر حاجة بنضفها للكيك لو بصينا على المقدير بتاعتنا بالنسبة كيك الجنواز اللي بالزبدة هنلاقي هنا عندنا بيت كامل وهنا عندنا بياض بيت دول هنضربهم بياض البيت هنضربوا لوحدهم مع شوية السكر عايزين البياض البيت يوصل لمرحلة ان هو ما يبقاش جامد قوي زي المرانج لعايزينه قطرة شوية علشان ما يفقدش الهواء بتاعه لما نقلبه مع بقية المقادير عندنا هنا السكر البودرة ودقيق اللوز وشوية دقيق صغيرين فزي ما قلنا قبل كده ان الكيك المعتمد على البيت كمية الدقيق اللي فيه بتبقى دايما قليلة قوي فاحنا شايفين كمية الدقيق اللي عندنا هنا قليلة جدا عندنا دقيق لوز علشان يعود ان يكون عندنا مواد جافة او مقادير جافة في الكيك وتبتدي تمسك نفسها شوية وتتشرب السوائل اللي في الكيك اللي هي في الحالة دي عندنا البياض والبيت الكامل وعندنا السكر البودرة عشان نقدر نخلطه بسهولة مع الدقيق اللوز والدقيق العادي بالنسبة للكيك عموما لما نيجي نضرب البياض البياض لازم يبقى بدرجة حرارة الغرفة هندرب البياض الاول شوية على سرعة متوسطة لحد البياض ما يبتدي لونه يبقى ابيض وبعد كده يبقاهاش وبعد كده نبتدي نضيف السكر شوية شوية طبعا كمية السكر اللي هنا دي قليلة قوي فبالتالي ممكن نضيفها كلها على طول لكن لو عندنا كمية سكر اكبر لازم نضيفها شوية شوية للبياض لان حيهبط تاني وهنلاقي ان البياض رجع يبقى سائل اكتر منه حاجة هشة لو حطينا السكر كله مرة واحدة في النص ولو حطينا سكر من الاول خالص مع البياض يعني هو في احتمال ان هو ما ينفعش وفي احتمال ان هو ينفع ساعات بينفع ولكن بياخد وقت طويل جدا 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 لحد ما بيوصل للدرجة اللي احنا عايزنها في الاول حيبدل سائل ويبدل باين ان هو مش هيبقاهاش مدة طويلة وبعد كده ممكن يبتدي يبقاهاش شوية لكن عمره ما هيبقاهاش للدرجة اللي هو حيكون فيها لو ابتدينا بالبياض لوحده عندنا نتكلم شوية النهاردة عن البيض احنا زي ما قولنا النهاردة بنعمل السبونج اللي مع الزبدة فاهم حاجة في كيك البيض ان وزن البيض نفسه هنلاقي وزن البيض نفسه هو اللي بنقيس عليه بعد كده كل حاجة الكيك اللي بالزبدة وزن الدقيق هو اللي بنقيس عليه كل حاجة بنشوف مثلا الفورميلة او التكوين بتاع الوصفة في حاجات بنقول مثلا زي الباوند كيك احنا قولنا كلهم قد بعض يعني النسب واحد لواحد لواحد هنا النسب بتختلف من وصفة للتانية يعني دي بتعتبر سبونج برضو ولكنها غير السبونج الاولانية اللي احنا عملناها في حلقات قبل كده اللي هي بدون زبدة التانية كانت مقادير بتاعتها بيت كامل مع سفار بيتين سفار البتين بيزود الكيكة تبقى اغنى يعني لما بنحط سفار البيض ولكن مش دايما سفار البيض حيفيد ان الكيكة تكون احسن سفار البيض يعتبر بروتينات ودهون ودول حيبتدوا يتشربوا كمية كبيرة من المية في الكيكة فلو الكيكة ما فيهاش سوائل خالص غير البيض نفسه وعايزين نزود السفار عايزينها تبقى اغنى واطعم وبطعمها باين اكتر يبقى لازم نزود السوائل لان البيض حيتشرب البروتينات اللي فيه حتتشرب السوائل وحتدينا كيك نشفة مش هتبقى كيك طرية زي ما احنا حابين لما بنفصل البيض وبنستعمل كمية البيض بنضربها لوحدها بنزود هوى اكتر في الكيك وبيكون كمان فقاعات الهوى اكبر من فقاعات الهوى اللي احنا بنعملها لو هندرب بيت كامل او لو هندرب صفار بيت صفار البيض بيبقى الفقاعات صويرة قوي لكن البيض الفقاعات بتبقى اكبر شوية وبالتالي احنا بندخل كمية الهوى اكبر في الكيك والكيكة بتكون نفشة اكتر ويعني لازم نفكر احنا عايزين الكيكة بتاعتنا ازاي ونقرر بعد كده هنفصل البيض مش هنفصل البيض زي ما احنا عايزين بالنسبة للبيض يفضل علشان يبقى فيه افضل حالاته انه هو طبعا يكون بيد طازة ويكون بيد بدرجة حرارة الغرفة ما يبقاش سائع من التلاجة نطلعه قبل ما نبتدي نعمل الكيك بحوالي ساعتين عشان يوصل لدرجة حرارة الغرفة حيدينا احسن نتيجة وحيدينا هوى اكتر حيتقبل انه هو يتشبع بفقعات الهوى اكتر المهم كمان ان احنا ما نحضرش البيض بالشكل ده يعني نطلعه من الاشرة بتاعته من بدري اوي يعني لو حنطلعه من التلاجة ونسيبه ينزل لدرجة حرارة الغرفة نسيبه في البيضة نفسها ما نكسرش البيض غير قبل ما نبتدي نعجن او نخلط البيض مع السكر ده هيددينا نتيجة اكتر احسن وهوى اكتر في الخليط اللي احنا بنعمله نطلع فاصل وبعد كده نعمل مع بعض كيك السبونج اللي بالزبدة اهلا وسهلا بكم رجعنا بعد الفاصل نعمل مع بعض كيك الجنواز او السبونج مع الزبدة بالنسبه للمأدير عندنا اه 85 جرام دقيق لوز 75 جرام سكر بودرة 25 جرام دقيق كيك 120 جرام بيت 80 جرام بيض بيت 10 جرام سكر و 30 جرام زبدة مذابة هبتدي باني اسيح الزبدة في المايكرويف علشان عايزها تبقى سايحة بس مش سخنة فعلى ما اخلص الخفق هتكون هي رجعت برد تاني لكن فضلت بردو سائلة وبالنسبه للبيض وبيض البيض اللي عندي انا هاخد السفار انا هحط البيض كله هنا وحفصل البيض والسفار بتاع البتين اللي عندي احنا عاملين بتين كاملين وبعدين كان عندنا بيض فصلتهم هحط السفار لوحده وحطيت البيض كله مع بعض بالوقتين هناعمل مرانج خفيف مش مرانج اه لاخره يعني هنضرب البيض الاول بدون سكر ولما يبقى لونه ابيض وهش هنحط السكر ونكمل خفقه موسيقى موسيقى وفي الوقت ده ممكن ابتدي انخل بقيت المقدير الجافة دقيق اللوز دقيق العادي والسكر البد وعنا على بياض البيض ابتدى يبقى هاش ولونه بياض قدامه دقيقه كده وبعدين ابتدي احط السكر موسيقى 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 احط السكر دايما قولنا كمية صغيرة اوي سنحطها كلها مرة واحد موسيقى 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 او بياض البيض مع السكر جاهز هحط الصفار مجرد بس يختلطه مع بعض اوكي احنا حطينا الصفار جوا وطالما احنا خلاص اعملنا بياض البيت زي الميرانج ممكن نحط معايا السفار وده مش هيخليه يهبط بس ما نضربش مدة طويلة بعد ما نحط السفار هاخد الخليط عديته من المصفى عشان ياخد شوية هوى هحط شوية منه هنا تقريبا النص وابتدي اخلط مجرد ان انا اقلبهم مع بعض وبعدين نحط الباقي وهنا طبعا فكرة ان احنا نكون خيوط جلوتن تقريبا مستبعدة انا لسه الزبدة ما دابتش على الاخر لان اولا نسبة الدقيق كتير قوي قليلة قوي نسبة المواد الجافة مواد ما فيهاش جلوتن اللي هي دقيق اللوز والسكر البودرة وبعدين مدة الخفق او الخلط قصيرة جدا ومش في العجان وبالتالي بتبقى بسيطة قوي دلوقتي هنحط الزبدة المذابة فوق الخليط ده ونقلبهم مع بعض برضو بالراحة خالص عايزينهم يدوب يختلطوا الاسبونج ممكن نعمله يبقى سميك شوية بحيث ان احنا نقطعه بسكينة الى طبقات او شرائح وممكن نعمل رفيع وتبقى هي قريدي دي شريحة من الشرائح وده اللي هنعمله دلوقتي طبعا هنقطر الكمية لو احنا عايزين نحط مثلا ثلاثة اربعة فوق بعد يبقى هنضعف الكمية دي ثلاثة او اربعة مرات حطينا زبدة او زيت من تحت وحطينا ورق الزبدة والحجم بتاع الصينية دي بالنسبة لحجم العجين الكاك اللي عندي هتطلع لنا يدوب حاجة تبقى هي طبقة واحدة علشان بس نعرف ان احنا الكاك ممكن نعمله سميك ونقطعه طبقات بس لو احنا مش بنعرف نقطع طبقات تبقى متساوية ممكن نعمله في كذا صينية ويبقوا كلهم رفيعين وبعد كده نحطهم فوق بعد افرد الخليط ده زي ما احنا شايفين لو شايفين الفقاعات الهوى كلها بينا في الكاك اللي عملناها بالبياد زي ما احنا شايفين وهي دي اللي حتخلي الكاك تطلع هشة وخفيفة وان شاء الله تعجل بنافرد بالراحة خالص ما بنتغطش اللي تحت وإلا فقاعة الهوى هتفرق ونسويها على الكاك لأن دي ما فيها جزبدة كتير فمش هتسيح وهي تساوي نفسها في الفورن لا دي هتبضل بنفس الشكل اللي احنا دخلناه بيا كاك الزبدة هو اللي لو ما تساويش قوي من فوق مش مشكلة لأن لما الكاك تدخل الفورن ويتبتدي الزبدة تسيح الكاك بتساوي نفسها في الصينية فده بياخد شوية مجهود بس أكبر ان احنا نساوي وحندخلها الفورن الفورن هيكون تقريبا على مية وتمانين أو مية وتسعين حتى لأن دي رفايا عقاوي وحتقعد في الفورن من عشرة إلى خمستاشر دقيقة وده بيكون شكل كاك السبونج بالزبدة بعد ما بتطلع من الفورن احنا عملناها تكون رفايا عشان دي هتبقى طبقة واحدة من طبقات الكيك اللي هنحطها فوق بعضها وبينهم حشو وبعد كده فوقهم تازين وطبعا ممكن نحط لها كمان شربات نشربه بيها علشان تبقى مويست اكتر او طرية اكتر نشوف الكيك مع بعض زي ما احنا شايفين هي هشة خالص وطرية خالص بحيث ان احنا يعني السبونج كيك زي ما هي مفروض تكون جنواز مع الزبدة وزي ما قلنا هنشربها بشربات يكون في المكهة اللي احنا اخترناها وبعد كده نزينها يارب الوصفة تكون عجبتكم والطريقة تكون سهلة واشوفكم في الحلقة الجاية على خير الله ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة